موسيقى نستضيف في هذا اللقاء حكام رياضيين في الكارطي من الشقيقة تونس والذين حضروا فعاليات البطولة الإفريقية التي استضفتها مدينة مراكش وطبعا سوف نأخذ انطباعات وملاحظات لنتساءل وإياكم إلى أين وصل المستوى الأداء الرياضي وكذلك التحكيم بسم الله الرحمن الرحيم شكرا على الاستضافة المستوى الرياضي في الدورة هذه كان ممتاز وممتاز جدا والأفرقى لكل الحق أبهرونة والدليل أنه كلهم متحصوا على مدينة ذهبية سواء كان الفريق المغربي ولا الجزائري ولا التونسي ولا المصري دونك المستوى متقارب ويبشر بكل خير وكانت فعلا دورة ممتازة من ناحية التنظيم للدولة الشقيقة المغرب يعطيها ألف صحة كان التحضيل للدورة ممتاز وما حسنا حتى بقلق بالعكس كانوا فرحانين بينا ومن أول الدورة حتى الأخر ما رأينا كان الحاجة لتسرنا والحمد لله بالنسبة للتقييم الفني كيف كيف للحكام أنا صارت رسكلة للحكام سواء كان من المغرب ولا تونس للجزائر ومصر كانت الدورة ممتازة كيف كيف معناها تعلمنا يسر حاجات جديدة في الدورة هذه وقمنا بعد تالي بعد التربص قمنا بامتحان والحمد لله يا ربي ما نوفقنا ربي معناها اللي لناه منكم مراه شيء مراه يثلج الصدر وفعلا ما أنا قد ما نحكو ولا باش نكلموكم مراه الكلمات ما أنا ما تعبرش على اللي بيدخلنا وبارك الله فيكم ويا ربي إن شاء الله تتحن الفرصة من رخرة أنكم أنتم جووا بحذانا في تونس راي البلد متاعكم اعتبروا حكم كيكم في المغرب ومرحبا بيكم في أي حاجة تستحقاها احنا يا رانا من الجنوب للشمال للوسط تونس كامل على ذمتكم ورانا احنا طوما ثمانية حكام جينا رانا منتشرين من العاصمة حتى للجنوب معنا في أي ولاية تنزلوا فيها رأيكم باش تلقوا عندكم فيها صديق ومرحبا بيكم على كامل توراب الجمهورية قبل أن أعطي الكلمة لرئيس جمعية النخبة كيف استقبلتكم هذه المدرسة وهي أكاديمية النخبة الرياضية انتباعاتكم حول هذا الاستقبال معناها نحن جدا ممنونون لكم على هذا الاستقبال الرائع 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 وبرك الله فيكم من سي عادل سي المسؤول على الاتصالات والمرصد مصطفى وسي محمد لكلكم برك الله فيكم وكان استقبال رائع وكانت حفلة معناها جدا رائعة ومعناها بالكلمة التونسية نقول وراكم حشمتون على رواحنا فعلا معناها على خاطر شيء الحق ما كوناش نصوروا فيه يخويا برك الله فيكم وبرك الله فيكم وبرك الله فيكم وقصرت في حاجة بركة هي قلت وجود الهريسة إذن بهذه التطلعات وبهذه الأمال المعلقة على هذه الرياضة لتجمع هذه الرياضة لتجمع بين الشعوب العربية نتقدم بشكر جزيل للوفد التونسي الشاقي كيف ترى وما ينطبعتكم حول هذا الحفل الحمد لله مرحبا بكم في المغرب في أي وقت في أي مدينة في المغرب يعني عندنا إخوان هذا أي مدينة إن شاء الله نقوم بالواجه معكم ومرحبا بكم في بلدكم الثاني وأوكيد على إن شاء الله حنحاول على تبادل الخبرات إن شاء الله في جميع الميادين في جميع الرياضة كاراتي تاكواندو نعم والإخوان تونسينا أنا متابعهم صارحة في فيسبوك خاصة أستاذ أمجد يعني علاقات في فيسبوك وحتى الإخوان يعني بفضل أستاذ أمجد تعرفت على الباقي إذن هذه من حسنات من حسنات الفيسبوك والشكر شكرا لكم ومرحبا بكم في بلدكم الثاني إذن بدورنا كذلك في الوطن العربي نرحب بالجميع الإخوة والأشقاء العرب وكذلك من خلالكم بكل الذين شاركوا في البطولة الإفريقية سواء مصر ضيفة الشرف ولا الجزائر ولا تونس كذلك ولا جميع الدول المشاركة وشكرا للإعلاميين الذين وكبوا معنا هذه الليلة وهذا العرس الذي لا ينتهي في ليلة لا تنتهي تحية لكم وشكرا جزيلا اشتركوا في القناة